سيد العميد ماذا ينتظر رئيس الجمهورية لتركيز المحكمة الدستورية والله يشوف وقل لك بكل صراحة رأي المحكمة الدستورية رأي ميش مسألة هينة ولا مسألة يجب التساهل فيها لأن المحكمة الدستورية ما هو المطلوب منها هل هي مسألة النظر في دستورية القوانين قانون يعني الذي وقع سنه من طرف مزلس نواب الشعب ونشره بالرأيد الرسمي هل هو متابق للدستور أم لا أم أنها ستتحول إلى هيئة تأسيسية ولهنال المخطر الكبير ياسر إذا كان المحكمة الدستورية ستتحول إلى هيئة تأسيسية معناتها باشتاخوا صلاحيات مزلس النواب والشعب وبالتالي باشتاخوا حتى صلاحيات اختيار الشعب ولذلك أحوج الأمر التفكير في قانون أساسي لهذه المحكمة لكي يقتصر دورها على نظر في دستورية القوانين دون أن تتحول إلى هيئة تأسيسية وهنا السادة سادة القانون الدستوري وسادة سادة العلوم السياسية والعلوم الاجتماعي لهم أن يدلوا بآراهم في خصوص المسألة وفي خصوص هذا القانون الأساسي وعندما يتوضح القانون الأساسي فيجب التعجيل بإصدار القانون الذي ينظم المحكمة الدستورية يعني اليوم نعرف إلي المحكمة الدستورية مكوناتها باش يكونوا يعني ممثلين عن قضاء العدلي والإداري والمالي معروفين بصفتهم الأكبر سنة الأكبر في درجة تعقيب التعقيب ويعني المحدد هو السن السن ودرجة تعقيب يعني من الناحية هذية لكوتي فورمال بين ضفرين يعني هذية فهمية ولكن اليوم ما كناش ننتظروا يعني اليوم التساؤل حول هدف أو صلاحيات المحكمة الدستورية سيد العميد يعني شيء طبيعي شيء طبيعي هذا يزم تقع تنظيم المسألة هذه لأن المحكمة الدستورية هي التي ستفصل في دستورية القوانين إذا كان يعني هذية باش تحول إلى هيئة أساسية وتولي تصدر أحكام من شأنها أن تعتبر يعني قوانين يجب تطبيقها هذه تولي مسألة ثانية تولي استلابت يعني صلاحيات مجلس نوابش كيف يرى العميد إبراهيم بودربيلة للمحكمة الدستورية أنت رأيك الخاص أنا شخصيا أرى أن المحكمة الدستورية يجب أن تختصر دورها على النظر في دستورية القوانين التي يقع سنها إن رأت أنه غير دستوري عليها أن تصرح بأن هذا القانون غير دستوري لا أكثر ولا قد وفقط هذا هو يكون دور هذا هو فقط